نتحدثوا الآن في بلاتو متاعنا مع ضيفنا سيباسم عزيزي هو أستاذ ومستشار جيبائي أيضا أهلا وسهلا ومرحبا سيباسم سباح الفل وشكرا على الاستيضافة مرحبا بجميع المشاهدين موضوعنا اليوم اقتصادي بش نتحدثوا اقتصاد بش نحاولوا نفسروا للناس معنتها أحنوين وشنوى الوضعية الحقيقية اللي تمر بها البلاد هل هي ظرفية عالمية وتونس بما أنها من بين الدول اللي تنتمي لدول العالم الثالث يعني هي مفروضة عليها معنتها أنه تمشي مع الموجة العالمية خاصة ذلك احنا اللي لاحظوا فيه أنه ثم يعني ارتفاع في الأسعار الناس تقول لك اليوم معنتها شهريتي معاش تكفيني شهرية معاش تخليني نوصل باش نكري ونقري ونأكل ونشرب والتحويس والتفرهين معاش يحكيوا عليه الضغط ضغط كبير اليوم نسمعوا في نسبة ضخم تضاهي التسعة في المياه ساعة إذا كان ناخذوا معاك بداية نسبة التضخم اليوم قد يش وصلنا وشنوى علاقتها بارتفاع الأسعار شوفوا لي بداية المواطن التونسي مهما كان درجة الوعي متاعه واللي يتبع في المؤشرات في الوضع على الاقتصاد العام خاطر المواطن توصل مرحلة مرحلة اختيرة بالضبط يعني الناس كل يتبع في المؤشرات على الوضع اقتصادي بتاع تونس بشوف الوضع العام الاقتصادي لازم نوره على برش مؤشرات منهم التضخم والمديونية ونسب منهم وغيرة وغيرة بنسبة للتضخم هو مستلح اقتصادي وشقص بالضبط ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقابل انهيار العملة قدامه يعني كما قلت انت المواطن التونسي شهريته معاش تكافيه يعني يأكلوا يشرب فقط يعني حاجات الاساسية فقط شوفوا الاسباب متاعه احنا بالنسبة للتضخم في تونس النسبة صحيحة حاليا 8.2% اللي هي نسبة مرتفعة مرتفعة بالكده اولا في مرحلة ثانية موش تونس بارك ارتفعت في كثير من الدول مش نرجعوا الاسباب خاطر ثم اسباب داخلية واسباب خارجية بالنسبة الاسباب الخارجية هو السبب الاول تونس تعاول برش على التوريد يعني تعاول التوريد خاصة يعني السلع اللي سومها غليه برش نقوله المحروقات والحبوب وخاصة الحرب بروسيا اوكرانيا زادت الطين بلا هذا اكثر يعني اكثر سبب تقريبا اللي خلت دول الكل تعاني من التضخم خلينا نطلقوا من هنا كيفاش اثرت الحرب ما بين روسيا واوكرانيا على العالم وكيفاش تمست تونس بالضبط لانه ثم يعني سلع كنت هي روسيا هي اللي يعني نستوره في كل شيء من بره احنا اي اهمى المحروق بالضبط روسيا مع الخلافة المتاحة مع الاتحاد الاوروبي وغيره وقطع العلاقات مع برشة بولدين هي قاطعة المد لبرشة دول وارتفعت الاسعار المتاحة بالسعر بالدولار او بالورو بالضبط واحنا كنا نجيبه في كل شيء من بره لانه الازمة ولا تخنق على البلد لكم يعني على جميع البولدين مش كان على تونس فقط عنا اسبب داخلية احنا كنا فيها زادة اسبب في ارتفاع التضخم اللي يعني تقريبا من بعد الثورة السياسة المتبعة مع نيش منهجية واضحة يعني نقوله يعني تم تخطيط منهج اقتصادي على قدام ثم عبد تعملك على عشر سنين على عشرين عام على ثلاثين عام على خمسين عام يعني منويل اقتصادي على مدى طول السياسة السياسة يعني المنهج بتمشيه فيه يعني نقراءة على قدام احنا السياسات المتبعة كانت معاولة برشة على الاقتراض واضح اولا ثانيا السياسات اللي جاءت الحكومات اللي جاءوا كل واحدة تشد يعني تصلح في اغلاط الحكومة اللي قبلها يعني ريال مو مشينا في سياسة متاع اقتراض كبيرة ياسر لهنا تقريبا من الثورة نكاجة محطة منها جو واضح مثلا ماشي استقرار في عديد المستويات نحكيه على استقرار سياسي صراعات سياسية اللي كانت يعني في تونس وهذيك الكلها عندها دور كبير في التضخم واكثر حاجة هي غياب منخ الاستثمار كنقولوا غياب منخ الاستثمار مانيش نحكيه ومعنى هاي جاء باش نعمل امتيازات جيبائية المستثمرين باش يجيه وكذا ثم حاجة ما اهم منهم اللي هما يعني حتى في التصنيف يعني طبعا بعد نوصلوا لصندوق النقد وغيره بنية تحتية عندها دور كبير اليد العاملة الكفأة عندها يد كبير لهم الكل يدخلوا في المنخ الاستثمار اللي يكون انت رازم تجهزوا للمستثمرين مش تدخل عملة صعبة اللي مش تنقص لك متضخم المالي عندك الاسخار السياسي اللي قلت لك عليه الادارة المتطورة والقضاء العادة زادت كيف كيف ومباعد في المرحلة الاخر نقول امتيازات الجيبائية هيتني اخذوهم نقطة نقطة بالنسبة للاستثمار انتش قلت لهنا باش تحسن غياب منخ الاستثمار منخ الاستثمار يلزم تحسن اليد العاملة يلزم بنية تحدية مهيئة باش المستثمر يجيك هل هذا موجود وإلى غيب مش غيب ومش موجود ما نجمش قلو زادا غيب لكن ما مشي ناش في الالجاز والتحسين يعني كابونية تحتية مثلا ما ريش مشاريع متاع تحسين شوف ما نجمش دخلو زادا في تفاصيل اخرى زادا يقولوا قضاء عادل ما نش احنا باش نحكم ما روحنا قضاء عادل ولا لا فهم الدول الاوروبية وفهم مستثمرين كي يعملوا لزيتود متاحهم هم يقولوا احنا باش نمشي على حسب دي كريتير معاينين تصنيفات يعني بالضبط تصنيفات كيما اليد للعاملة كلا لو عنا كفاءة تونسية ما نجمش قلو تونس ما فيه شد عاملة كفاءة وعنا مستثمرين جاولا نهي وشوف ما نجمش نحكيه على السنوات اللي مبعد الثورة اللي قبل الثورة كان عنا برسا مستثمرين صحيح يعني تونس لمبعد نعطيك حصائيات عدد المؤسسات يعني اللي سكرت كمبليتما يعني تونس يد عاملة كفاءة نحكيه وزاد على الاستقرار السياسي هذيك زادة من الأسباب الكبيرة ياسر ومبعد قلتك نقاو امتيازات الجيبائية خاطر مهمش يقولوا يقولوا لأ انت لازم تعمل امتيازات جيبائية بتجيب المستثمر لأ فما حاجات ما أهم قبل توفارهم ومبعد تعطينا امتياز الجيبائية وقت لجي المستثمر بالضبط أنت تحذفت هنا على أهمية التصنيف تصنيف تونس التصنيف متع تونس اليوم في أي مستوى شوف احنا مشينا في سياسة من الأول حبينا نحافظوا على التصنيف العالمي خاطر هذيك يدخلنا الأسواق المالية يعني بكل حرية بش نتونس يعني المشكلة للسياسة اللي عمناها هذيك هي اللي غلطت وخلتنا في مديونية كبيرة ياسر نحكي لك عن مديونية وخطرة مربوطة ببعضها هذيك السياسة اللي عمناها هي خلتنا مشي بش نحافظوا على التصنيف فقط لكن قاعدة تونس تعاني برشف المديوني بش نرجعوا شوية بالتويلة مو لازم نرجعوا الفترة الزمنية الكل بش نجموا نقولوا اسكوا وقت اللي الحالة لو سنة لهذه شنو مسبت متاح بش نحكيك عن مديوني أنا نسميها أداة استعمار المديوني أنا نسميها أداة استعمار لأنه هي عامة يعني السياسة اللي تكون تتبع فيها البلدان النامية تكون سياسة مقرمة عن بلدان دائنة اللي هي سلفت يعني ما تكونش أنت حر في سياستك هذي علش أنا نسميها أداة استعمار بش نزيد أكتوه في إحصائيات تونس فقط الميت مليار نسبة المديونية بالضبط ديونه متاح بالضبط نرجعوا ما يسيلش بالتويل الميت مليار هي كانت عامل تيلي يظهر لي في التسعين ألف أقل شوية تقريبا في السبعين ألف وشوي بالنسبة نرجعوا التونس من الأول بكل في مطلع التسينيات كان عنا خمسة مليار في سنة ألفين واثناش ألفين واثناش عنا أربعين مليار نوصلوا إحنا في ألفين واثين وعشرين ميت مليار دينار في سنة ألفين وعشرين نسبة المديونية قاعدة تزايد بكثرة بالضبط قاعدين تسلفوا ووضبنا على السلف ووضبنا على الاقتراث عارش قلتك رجعتك حتى لسياسة متى الحكومات اللي تعاقبت على تونس عارش توصل أنت في عشرين معنى عشرين بالمئة في ثلاثة سنين بعد الثورة ومنهم منوش كلاوين المشكلة في الفلوس اللي جيت في المديونية اللي نقاوم منهم 85% مشيت لتزايد مديونية قديمة والفواقض متيحة يعني 2.5 مليار أورو دون اعتبار أصل الدين ما أنت كيما أنا ماخد كريدي من البنك نزيد ناخو كريدي باش نخلص الكريدي السبب بالضبط وقعدنا في النسقها ذاك قعدنا في النسقها ذاك الاقتراث ولا باش نتزيد الأجوء لتغذية الدعم يعني موش ماشي في الصالح العام الاقتراث يعني أنا نقول أنا بلاد تسلفت عليش أنا نتسلف باش نخلص الاسالير وباش نخلص الدعم اللي هو مرتفع بحكم مودي الاستهلاكية والي طلعت برشة والي دعم تكلف على تونس برش المديونية ونسبة المديونية هذي والقيمة متاحة اللي قاعدت ترتفع كيفاش تأثر هي أثرته كاملة مش كيفاش تأثر ارتفاع الأسعار وهو اللي يزيد في التضخم على شكوة الكتاب المواطن التونسي ما عادش في حكي عن التفرهيد ما عاش بشي يحكي عن حد شي هو يأكل ويشرب شوف نحكيه وزاد عن النسبة يعني مش نحكيه على الناس اللي يعني في طبقة متوسطة والي أقل ما عاش تخلط ما عاش تخلط ارتفاع الأسعار كريت اليوم مواطن التونسي يعني تأخرش متناشي بتقفى حد شي يعني ثم عبيد عندها شهريات هو يخدم ومرته وتخدم مع عشقه مش خلطي في مقارنة مع بلدين أخرى وين تلقى روحها تونس وين تتموقع بالسياسة اللي طوى تمشي بها تونس كان ما تكونش تم إيرادة وثم إصلاح كبير بسنا قاعدوا روحنا ماشيين منوخروا أكثر من هكذا تونس بالنسبة لبلدين أخرين بتتسمى يعني ماشي في ثنية متع إصلاح ثم بلدين أخرين كانوا معناه أكثر منهم أما عن النجم ونقولوا ثم حاجة أخرين في الناحية الإصلاح عاليش تونس عندها كفاءتها ماننجموش نقولوا تونس تعيش في وضعية سعيدة لكن كفاءتها قاعدين يخرجوا منها قاعدين نحظوا كل الموجة متعال الهجرة سواء كان نظامية وإلا الغير نظامية الغير نظامية ماننجموش نحكم عليها لأنه ماش مربوطة بدرجة وعي ولا درجة ثقافة معينة أما كنتشوفوا هجرة الأدمغة هي لذرة تونس برج يعني كل إنسان وصدقني لعننا من أقل كفاءت في تونس وتنوصلهم بعد الحلول على سقطة ما تجامش تعمل حتى أسلاح كما تكونش تم إرادة سياسية يعني كده أحكي وإحنا طوى تونس ما وصلت الوضع معين أما هي تطوى الحلول شنو بش نعمل شنو بش نوصل أحنا ما عند عليش قاعدين شخصوا في الواقع بش نفهموا أحنا وين وشنو يزمنا نعم شنو يزمنا نصن تونس ما عملتش أمو اليوم نسبة المديونية فاقة المائة ألف مليا تونس ما عملتش ودي الدولادات يعني تحديد شامل حجم المديونية ودي الدولادات الفلوس وين ماشي الأطراف المستفيدة منها مشكون الأقصات الغير مسددة وغيرهم يعني ثم ودي الدولادات تتعمل في أي بلاد تصير بش نعرفوا احي أنا وين ماشي مش خطر أني كما أقولوا خلصت الشهيري وخلصت دعمه وكهو نزيد نعاود أنا نتفاوض على قرض آخر ونزيد نمشي في مديونية أكثر يعني الحل لازم توقف النزيف إلى وين ماشيين أكثر منك كيفاش بش توقفوا النزيف شوف الحلول لازم ديون حسنا إذا ما تحدثوا أنه ثم مفاوضات قادمة مع صندوق النقد الدولي وثم وفد من تونس من الحكومة التونسية اللي بش يمشيوا بش يتفاوضوا على شنو بش يتفاوضوا احنا ما نعرفوش ماذا بينا نعرفو هل أنه على قرض جديد هل أنه على إصلاحات هل أنه تعاهد بإصلاحات شنو ما الأصلاحات اللي بيسير هل ستكون موجعة للشعب التونسي ذلك هذي كل ما أنت ماذا بينا نعرفوه شوف أنا اللي نقوله لك صندوق النقد الدولي عمره ما كان يعطي إملاءات مش يعابش احنا مش تفاوضوا على قرض ما ثم مش حتى حال آخر دوزيامان أنا الأصلاح نعملوا واحدة ما نستنيه صندوق النقد الدولي تجي يقول لي لازم تعملهاك وتعملهاك وعمره ما عطنا إملاءات صندوق النقد الدولي بطبيعة الحكومة التوسية هي اللي مشيت له مش صندوق النقد الدولي هو لجهة تمشي بش تقترض ما يفرضش عليك يفرضش عليك الاصلاحات ثم دي كريتيري معاينين يقيس عليهم البلاد تصنيفها العالمي وغيرها لكن أنا ما خليش صحيح بش نمشي نقترض على الأقل أنا نبدأ من روحي واحدة في إصلاح الإصلاح روما نجموش نقولوا روماكش تحكي على إصلاح على منظومة واحدة بارك إصلاح شامل مش نحكيه في الإصلاح الجيبائي إصلاح المنظومة البنكية ترشيد المديونية أصلا الفلوس اللي جات كما قلت لك الأطراف المستفيدة منها عليش أحنا نمشي وكين في تزيد الأجور يعطينا نغطي أنا مصاريفي وكهو هذه كل المشكلوين عليش جبت لك الإصلاح الجيبائي في ميزانية سنة 2022 اللي هي 57.2 مليار نقينا مننا 35 مليار مدخيل الجيبائي يعني فقط 60% هات نبدأ بإصلاح جيبائي شامل السيد رئيس جمهوري سيقائي سعيدة عنده صلاحية الكل وعنده صلاحية الكل الإرادة ما هيش متوفرة ونرجع نقولها ربعنا كافئة تونسية عنا عبيد ما شاء الله تي تونس عام 6.87 وصلنا قدام 3 أيام توريد فقط من العمل الصعب وخرجنا من الأزمة دون الالتجاه لصندوق دق الدولي هذي هو حبيت أن دجاء نسرك أنت يسبقني دوك الكريز هذي اللي قاعدين نعيش فيها وهي فترة ركود دوك هات نعرف استاغناشان والفاسد الدكلا اللي احنا موجودين فيها دجاء تو دونك الهني تمشي ام بيغيود قديمة فترة سابقة عاشت هات نفس الفترة هذية معناه وكيفاش خرجت منها خاصة خرجت منها بترشيد كل شي أول حاجة كنت إصلاحات اقتصادية كبيرة يسر حتى في نظام الجي بي ونحكيه عن الستوست ستوستوين سبعة وثمانين تغير رئيس الجمهورية والإصلاحات اللي صارت بكافئة تونسية بحت كانت يعني وصلنا قدام 3 يام توريد فقط ودون الالتجاء صندوق الدولي راجعت عامل انتعاش اقتصادية تونس وخرجنا منها بكافئة تونسية هي لشد زمام الأمور وكانت الإرادة متوفرة تقولوا إرادة متوفرة وإرادة يعني تكون من ناحية السياسية من ناحية الاقتصادية علش قتلك طوى الإرادة مش متوفرة نجمه نخرجه من الأزمة هذي ونحاوله حتى ولو بش ناخذ قرض آخر أموها القرض هذي يكون يغطينا أمورنا ونبدأوا في مرحلة جديدة اللي هي من أول حاجة قتلك الإصلاح الجيب الميزانيش تحبي اللي كي دي تي احنا مدخيل اللي عنا أكثر من سيم المياه هي مدخيل الجيب المدخيل هذي هو احنا اليوم كي نتحطه على إصلاحات واليوم لنسبة الدينة متاعنا يظهلي معناتها نسبة عالية اليوم تونس قاعدة مدينة بقيمة 100 ألف مليار 100 ألف مليار كيفيش بش تغطيهم منين بش تجيب الفلوس بش تدخلهم الكيسة الدولة بش تخلص ليك خديم تاحها معناتها بش نفسر لكم كأنه معناتها واحد عائلة البو مش يتسلف فلوس من البانكة ويلقى روحهم ما هوش خالط بش يخلص وما هوش خالط بش يغطي العجز اللي عنده يلزموا يجيب فلوس بش ينجم يعبي الكيسة اللي عنده منين البو هذي بش يجيب الفلوس دونك يأما يلزموا يخدم أكثر ينتج أكثر يشوف استراتيجي بتاع خدمة أخرى معناتها سباح وليل بش ينجم يدخل فلوس أحنا تونس كيفيش بش تعبي الكيسة متاحة دونك عنا المداخيل الجبائية اللي هي مهمة قد يش تغطي غالباً الأحتياجات متاع الميزانيين أكثر من 60% والأحتياجات الأخرى منين معناتها التغطي أشوف بالنسبة لتونس عادة عجز في ميزانية أنا أحكيني على المداخيل الجبائية على آميتها وعليش لازم تشوف الأسلاح الجبائي فلوس موجود أره فلوس نحكي لك عن مضوما الباكية فلوس موجود نحكي لك أنا طو في 6 شهور رولانية من سالة 2012 هي أقدت كل مضوما البنكية معناتها لابس عليها وما تمستش البنوك وليسا شيخ عاص من البنوك الدولة أخذت من البنوك هم يساعدهم علش هي البنوك انسهرت مع القطاع العام معاش تحب بتاع القطاع الخاص لأنه الضمانات مع الدولة أكثر ونعطيك أحصائيات في بلك 350 ألف شيك بدون رسيد في الشهر 350 ألف شيك بدون رسيد في الشهر نحسبوا أحنا المصاريف بنكية فقط 100 دينار البريافي 140 دينار سي ام بي تعفضهم متقامل في 6 شور قديش يعني أنا نزيدهم بعض الخطايا التأخير العسرة بالمئة والعشرين بالمئة وهي تلبيق مكتع في المصاريف بتاع تتبعه غيره موغيره يوليه 350 مليار في الشهر وين يدخلوا؟ البنوك مؤسسات البنكية عليش هم والبنوك مشوا في القروض للقطاع العام هل أنو الدولة تتسلف من عند البنوك اللي تودون تغي اللي تخلص بيهم أقل من السندات اللي تطرحهم باش تاخو قروض من الخارج؟ والله يجب نقول لك حاج بالنسبة للبنوك أكبر مستفيدين ما نحبش نذكر النساء هو هيك على السألتك ختم وحق الضمانات مع الدولة خير من اللي تفعتيك مع القطاع الخاص هذه المنظومة البنكية بالرسمي يعني عليش قتلك هي سباب الأزن وبيش نزيدك شنوة آخر زي دا يتفاق معا من منظومة البنكية اللي ماشي أنا واحد من الناس اللي ما كنت مش نحكي عليها اليوم ما لقيتها سباب كبير يعني في اللي خليت تونس هم المدخيل الفلوس موجودة ما عش نمشي نقترض من البار بش نزيد نعطيك شوية أحصائيات البنوك سلف الدولة مثلا مش هيك للمراقبة أولا 460 ألف مؤسسة أفلى ست المؤسسات البنكية بزيد نعطيك إحصائيات أخرى السجون التونسية أكثر من اشترها جراء بصدرشي كد بدون رسيد المستفيدين هم البونوك لهم لازم موراجعة عن تلك المنظومة البكية كلها أنا نعطيك بعض الإحصائيات هل أنه مع أنت فتتهم لهنا المشرفين على الحكومات المتعاقبة أنه يتم مراجعة المنظومة البنكية بصفة عامة أكيد أكيد لو زي ما تتراجع عن المنظومة البنكية قلت لك هي أسباب في أزمك برئيس وعليش ما تمش هدي هم البنوك يساعدهم أي واحد يكونوا مصنف في البنك المركزي تقفح ما عاش ناجنوا حد شيء ما عاش نعمل حد شيء وهكيك المؤسسة الصغرى وقت تذروا معنى جائحة كورونا شوفنا حبي البنوك يعني عاملوا إعادة تقسير للديون ما صار منه حد شيء صار منه حد شيء العكس البنوك تخم في روح الاستفادة فقط خلنا نمشيوا للإصلاح الجيبائي لأنه مضم بنكية صحيح مش نقعد نحكيه فيها بتقصير وحصائيات هل هو ركزت فيه على خطر معناتها لهناه ثم نقطة مع أنتها يزمن وشيرولها هل هي تنجم تكون مؤشر للإصلاح بالضبط وبهام الفلوس الموجودية عليش نوصل نقترض من الفمية نمشيوا لمنظومة الجيبائية منظومة الجيبائية حكيتك عن مدخيل متاح أكثر من 60% من ميزانية هي تنتور بمنظومة الجيبائية ولي ندخل أكثر فلوس وطول 70% يعني بشي قعد لي أنا في العشرين بالمية بقيت المدخيل قد ما تطور تعرف تذكر شي في المدخلة الأخرى في اللحصائيات تعالعفو الجيبائية قادش وصلنا مدخيل يعني أكثر من ضعف الميزانية في جمعة يظهلي في جمعة معناتها المدخيل هو التمديد هو وقتها أربعمائة واحدة فمين ألف في أخر مي أخر مي بالضبط من بعد أسبوع وقت لي ولد يعني ثم حاملة إعلامية على العفو وحملة تحسيسية وكذا وخاصة اللعبات اللي فيهم لوقت العفو وأكثر حاجة كالضريبة التحرورية متاع العشرة بالمية اللي حكينا فيها إذا كان بالعفو وهذه معنات دخلة الدولة برشا فلوس الناس مش يتتخلص والناس حبت معناتها تنحيه كالخطايا تأخيره وغيره عليش ما تصيرش معنات بريوديك الحكاية معنات كل سنة معنات يصير عفو هكذا تتعبل كيسة متاع الدولة ما نجمش تقوله على خاطر ريجان قول أنا حكيتها المرة اللي فيت بنحاول نقول هذا رأيي شخصي العفو لازم يكون في العقلية مش نستنعه في مرسوم بش يهبط بش نحيه للخطايا ثم حاجات معينة قانونيا متى جمش أنت غيرك مش يخلص في وقته وانت تخلق فت الوقت متاعك مجمش نقوله هل تمشي يتخلص من غير أغطية ليه مجمش نتقارنه يعني كل إنسان منضبط في أدائته يعني الجبائية كم إنسان ليه أما العفو لازم يكون في العقلية متوس أنا حتى غير مرة قلت العفو متاع الخمس سنوات كانوا يمشي على عشرة سنوات عليش أن نقعد على خمس سنوات فقط ولهنه المقترحات بش نكملوا نقولوهم بلنسبة لأصلاح الجبائي ادماج القطاع الموازي هذه من أول الأولويات وحكينا فيها قديش متسبب يعني التهرب الضريبي وهو القطاع الموازي الاثنين قدش متكلفين للدولة التونسية رأوا بش قولك شيفر 50% 50% تقريبا عليش احنا الدستور متاعنا في أربع فصول فقط تلهيات بالجانب الاقتصادي وحكينا فهم في الموضيح للاخرى في بودان أخرى في أوروبا وغيرها عندنا دستور اقتصادي نحي الدستور هذك يحكي على البرلمان وانتخابات وكذلك هوقي دستور به هذك الدستور البلاد التونسية عمليه دستور اقتصادي نعم دستور اقتصادي يضم الفوصول الكل وهذا من الأصلاحات الجبائية اللي لازم تسير آخر مرة وقت اللي حكينا على العقوبات وجر معنى الجريمة التهرب الضريبي هذي هات من قاومة التهرب الضريبي كيفش نجم هنا تحدث على السكتور بغاليل معنى القطع الموازي كيفش نجم تدجو دخله في الحركة الاقتصادية شنو الحاجات معنى الأساسية اللي يجب تعملها على الأقل من الأول لجم توسع القاعدة الضريبية أو الحاجة أما شوف الإدماج راهو نجم يقولوا حالتين نجم يكون بصيفة يعني ألميابل أو بشيكون يعني بصيف بش تدخل أنت المنظومة بتاعك بش توقع تقدم في القطع الموازي إلى متى الدولة لهنين بتدخله في تعصير الإدارة زياد كيف كيف طور الأليات بتاع المراقبة الجيبائية وعز الأليات بتاع المصالح الجيبائية لهنين طورنا القاور واحنا دي جاء أوتوماتيك مو مشينا دخلنا القطع الموازي أليات المراقبة لهي لازم تكون أقوى ببرجة تيه ثم في بلدين لبرة ثم على شرطة جيبائية شرطة جيبائية بهم نجموش نقوله في تونس تطبق عن أليات وزارة المالية موجودة ومصالح الجيبائية موجودة أما البرة بالنسبة لفروت فيسكال يعني التهرب الضريبي عندهم شرطة تعاقبها شرطة وهي تحيل المحكمة والمحاضر يعني حسب يعني احنا عندنا قدشة المجلات كان من المفروض قال أستاذ الجيمعي سيمو حامد صارح العياري هو عضو بلد وطن الجيبائية قال أنا ذكرت مرة مشيت في توحيد المجلات لكل سمين المجلة العامة لأداءات يعني بين فيهم الجيبائية المحلية يعني جميع المجلات كلهم واحدة في مجلة واحدة لكن تعرف هنا سيبيسم أنه ثم برشة مؤسسات تضرت زيدا وقعدة مهيش نجمة اليوم أحيانا تخلص الشرية الخدمة من موجة من جائحة كورونا وغيره اليوم الدولة حسب التسهيلات زيدا الموجودة لكن هي تلقى روحها زيدا مهيش خالطة وهذاك عليش تلقى الديكلاغاسيون فسكال متاحهم ولا الديكلاغاسيون معنى تدامبو وغيره مهيش قاعدة تصير في وقتها ثم برشة تأخيرات ثم اضطرابات وذي معناتها كيما مؤثر على الدولة والمديونية متاحها ونسبة المديونية والتضخم وغيره قاعد يأثر بدوره على المؤسسات أنا بش نقاطعك لهنا بش ناخو معايا في تدخل مباشر زمين لخالد يعقوبي موجود في إحدى نزول بالعاصمة بش نتحطه على بعد أربع سنوات من المسئولية المجتمعية للمؤسسات ماذا تحقق فعليا ناخد أكثر تفاصيل مع خالد سبح النور خالد أهلا وسهلا سبح النور فاطمة سبح الخير لكيفة متابعة تلفزة الوطنية بالفعل احنا متوجدين حاليا بأحد نزول بتونس العاصمة وين تلتأم حاليا ندوة علمية تقريبا أو اقتصادية بالأحرى ينظمها مرصد الاقتصاد التونسي وتحمل شعار المسئولية المجتمعية للمؤسسات بتونس والحديث أكثر عن الموضوع هذا ينظمنا السيد آدم المقراني محامي وبحث أولا سيدي مرحبا بك ثانيا الشعار يبعث على التساؤل ما معنى المسئولية المجتمعية للمؤسسات بتونس شكرا خالد وتحية الفاتمة وتحية الكافة السيدة المشاهدين التي تابعوا فينا على مستوى برنامج نسم السباح على التلفزة الوطنية إذن اليوم مضوع البحث أو مضوع الندوة التي ينظمها المرصد التونسي الاقتصاد هو بحث أنجز حول قانون عدد 35 سنة 2018 متعلق بالمسئولية المجتمعية المؤسسات حتى نبسط المسئولية المجتمعية المؤسسات كما تم تبويبها وتعريفها ضمن النص القانوني إذن هي مصالحة بين المؤسسة خاصة المؤسسات النشطة في القطاع الصناعي السخراجي باعتباره هذا النص تناول أساساً ووجهها أساساً لهذه الشركات مع محيطها البيئية ومحيطها المجتمعية بمجموعة من المبادرات التي يمكن أن تتطال المجالات الاقتصادية البيئية الرياضية أو الثقافية إضافة إلى دعم مجموعة من الحوافز لمستوى التشغيل ومبادرات البعثين الشبان تقريباً بعد أربع سنوات ما الذي تحقق؟ يعني على مستوى هذا النص في تقرير كنت أنجزته مع زميلي سلم بن جبارة في سنة 2021 تبين لنا أن هذا النص رغم دهولي حيث نفذ منذ مايه 2018 لكنه لم يتبق بعد لماذا؟ لأن النصوص التطبيقية وأساساً نتحدث عن نصين وهما الأمرين المتعلقين بضبط تركيبة ومهام كل من المرسد المسؤولية المجتمعية المؤسسية وليجين القيادة الجهوية لم ترى النور لكن ذلك لم يمنع لم يمنع مشاريع المسؤولية المجتمعية من دخولها إلى أرض الواقع إلى أرض الميدان وتونس يعني المشاريع الأولى تعود إلى السنوات التسعين وكذلك اليوم عنا معتها مجموعة من المشاريع خاصة على مستوى الحوض المنجمي بقيادة شركة فصفات قفسة المؤسسة الوطنية إضافة إلى مشاريع أخرى انخرط فيها سواء المجمع الكيميائي التونسي بعمل مستوى جابس أو كذلك المؤسسة التونسية في شركة مع مجموعة من الشركات الخاصة وبالتالي يعني اليوم عنا مفارقة النص القانوني رغم دخوله حيث نافذ لكنه غير متبق ولكن التطبيق شيء آخر بعتبره أنه في التطبيق الشركات لم تنتظر هذا النص ويجب اليوم لذلك ضمن تقديمنا وضمن المداخلة دعونا إلى مراجعة هذا النص إضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية وهي صارت عادة لنا في تونس نصدر النص نحيل إصدار النصوص التطبيقية للحكومة والحكومة عندما لا تتوفق مع هذه النصوص لا تصدر الأوامر التطبيقية مما يفرغها من محتباها هل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن مخططاتكم؟ نعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة مشمولة بقانون المسئولية المجتمعية ويجب الإشارة أن أكثر من 97% من النسيج الاقتصادي تونسي هو مؤسسات صغرى ومتوسطة لذلك كان تمشي النص لم يكن في إطار تمشي الزامي وكان في إطار تمشي طوعي إرادي من طرف الشركات خاصة أن الشركات الصغرى والمؤسسات الصغرى ومتوسطة ليست لها فعلا الإمكانيات المالية للإنخراج في مشاريع المسئولية المجتمعية المؤسسات باعتبارها أن مشاريع مكلفة وبالتالي يجب أن نعيد النظرة في هذا النص حتى نمكن الشركات المؤسسات الصغرى ومتوسطة في بقية جهة الجمهورية من إنخراج في هكذا مبادرات خاصة وأن هذه المبادرات مركزة حاليا على مستوى ولاية الجنوب المنتجة سواء الفصفات على مستوى قفصة أو على مستوى النفط فيما يخص تطوين وكبلي إضافة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو كذلك على مستوى أرخبي القرقنة ولاية سفيقص باعتبار أن هناك منصات نفطية وشركات نفطية خاصة موجودة في الأفشار يعني موجودة على مستوى الإقليم البحري التونسي لكن يجب أن نجد الإطار الكفيل بإدماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإيجاد شركات وتحالفات بين هذه المؤسسات لكي تشمل مشاريع المسؤولية المجتمعية كافة جهات الجمهورية خلال مواكبتي للندوة تطرقتم إلى حقوق الإنسان ما علاقة حقوق الإنسان بتسيير المؤسسات؟ يعني اليوم نشهد تحولا على المستوى التشريعات المقارنة وكذلك التشريعات الدولية في إطار الربط بين نشاط المؤسسة وحوق الإنسان معتبار أن الاستثمار ونشاط المؤسسة لا يجب أن يتضارب ويتعارض ويمس ويحط من حوق الإنسان بل يجب أن يروج لثقافة حوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية المؤسسات تندرج ضمن حماية حق الإنسان في محيط سليم وحماية حقه في بيئة سليمة خاصة أن إذا نتحدث اليوم على المستوى الصناعات الاستخراجية هي من أكثر الصناعات الملوثة وبالتالي يعني اليوم نحن قاعدين نمس من حق الإنسان في محيط سليم في الجهة المقابلة يجب أن نقدم له التعويذ الكافي على المسي من المحيط سليم على مستوى الجهات المنتجة أو المجتمعات المحلية في الجهات المنتجة للفصفات والنفض نهيكم أن الجهات مثلا كيما جيبس مثلا اليوم يعني مضرّة كثيرا من أنشطة المجمع الكيميائي التونسي يعني الفصفو جيبس يعني الغازة ذلك قاعدة ينبعث أو كذلك على مستوى في ولاية جفصة والمغاز الموجودين في ولاية جفصة على مستوى الفصفات وبالتالي اليوم مش الفيدة أن شركة تدر علينا المربيح وبالتالي لازم زادة كيما تدر المربيح لازم زادة تسهر على حماية المحيط وتحمي حق الإنسان في بيئة سليمة الأفيق المستقبلية والأطر القانونية اللي ممكن أن تعترضنا في قدم الأيام يعني اليوم تخلنا في تونس في إطار دستور جديد دخل حيز النفاذ وتم تنصيصه على حق الإنسان في بيئة سليمة وبالتالي ننتظر اليوم ننتظر اليوم باعتباره أنه آلية التشريع صارت سهلة مؤقتا إلى حين انعقاد الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم يعني ننتظر لربما إصدار مرسوم ينقح القانون 35-2018 بإذفاء مجموعة مزيد من النجاعة باعتباره هذا النص اليوم لم يرتقي بعد لمرتبة النص الفاعل الناجز النص الذي فيه مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الشركات بل ظل على مستوى ذلك القانون اللي المجموعة من إعلان النوية لكن اليوم في تونس إن أردنا حماية حق الإنسان في بيئة سليمة وإن أردنا أن نجد رابطاً وثيقاً في إطار مصالحة وشراكة بين المؤسسة الخاصة ومحيطها المجتمعي يجب أن نثف هذا النص مزيداً من الإلزامية للشركات وكذلك حتى نحفزها على الخيارات في مجال السياسات وبرامج المسؤولية المجتمعية المؤسسة أعدم المقراني المحامي والبيحث شكراً جزيلاً على رحابة صدرك شكراً لكم إذن فاتما كانت هذه مداخلة أولى تعنى خاصة كما قلنا معنا بالمؤسسات الاقتصادية في تونس في انتظار مداخلة ثانية إن شاء الله شكراً لك خلد ليعقوبي نعرف أنه في العالم يعني ثم القطاع العام وثم القطاع الخاص وثم قطاع المسؤولية المجتمعية اللي يعتبر هو قطاع ثالث في العالم اليوم في تونس هل أنه القطاع هذي تم تركيزه وتم سنقن له هل يمكن أنه يدعم ويعاون القطاع العام والقطاع الخاص يعني هذا كان محتوى الندوة اللي صارت اليوم نرجع للبلاتو سيباسم العزيزي كنا نتحدث في برشة نقاط اقتصادية بحتة نختم معاك الحوار متاعنا دونك اليوم باش نقص في المديونية وفي العجز الميزان التجاري وفي أنه تونس تتحسن وتتعافى اقتصاديا سور المويا إلى لانترم دونك يلزم أول حاجة نبدأ بها حسب تقديرك أنت وحسب رأيك هو الإصلاح الجيبائي شنوها الحاجات الأخرى اللي يزم نركزوا عليها اليوم ونشوف في الختام أنا واركي نبدأ نحكي على بلدي مش نحكي بالعامية معاش نحكي كما قلت لك الإرادة موجودة الكفاء التنسية موجودة مش نبدأه بخطوة أولة أول حاجة في الإصلاح الجيبائي أنا ركزت عليه خطر مدخل الجيبائي كبير ثاني حاجة إصلاح المنظومة البنكية وحديتك الحصائيات ثاني الكفاء التنسية عننا موجودة يعطينا الإرادة الإرادة السياسية تكون موجودة نمشيوا في ترشيد المديونية الفلوس اللي نخذها مش نوش نعمل بها مش نقعة الآن نخلص في روحي مش نوصلوا حتى حل يعني إخي تاماً تونس إن شاء الله نشوفه بخير وصدقني واحد شاعتي نتبع في الإحصائيات ثم نسب إيجابية مش نقعة نحكيه في السلبيات في نسب النمو الإيجابية ثم ارتفاع ثم تقلص في نسب النمو السلبية ان شاء الله فرصة أخر نعطيه أكثر إحصائيات وان شاء الله تونس بخير وان شاء الله نمشيوا فيه معنا شكراً لك باسم عزيزي أستاذ ومستشار جي بي شكراً على حضور معنا في نسمة صباح اليوم وإفادنا بكل هذه شكراً للمشاهدة